وصحيح نائب رئيس البنك الدولي في زيارة رسمية سي فريد بالحاج في زيارة رسمية التوليس كانت منتظرة هذه ناجي ولا فشقية؟ طبعاً منتظرة يعني ثم تنسيق فيها؟ طبعاً ثم تنسيق وقابل وزير الشؤون الاجتماعية والتقاء بوفد اتحاد صناعة وتجارة في مقر الوتيكا وكان اجتماعاً متول حول وضعية المؤسسات الاقتصادية الخاصة وترحت عدة اشكاليات وأيضاً ترحت مقترحات لمساعدة الاقتصاد التونسي ومساعدة المؤسسات الخاصة على تجاوز الكثير من الصعوبات يعني تركيز رئيس الجمهورية على الجانب المتعلق بالانساميوه احنا التدقيق في الديون الخارجية وخاصة الديون اللي حصلت عليها القروض اللي حصلت عليها تونس من البنك الدولي وكذلك من صدوق النقد الدولي يبدو لي مسألة مهمة صحيح اما ما هيش مسألة عاجلة ما هيش من الاولويات العاجلة هي مسألة رهيب من 2021 من اواخر 2021 طلبة من وزيرة المالية ومن وزارة المالية التدقيق في الهيبات والقروض اي دوكوية ما سمعني ايش حاجة كبيرة عليك هذه ما الديسيزيون كي سوبرون افروة يعني قررت هذه تاخذ برشا وقت انك مش تعمل تدقيق يعني على عشرة سنوات القروض اللي حصلت عليها تونس من الفيمية ولا من البنك مونديال وين مشيت بالضبط راهو عمل مضني وشاق وطويل جدا تمامك ممثل البنك الدولي شنو ينزمك تحكي معاه وشنو الاولويات التطرحة معاه وشنو مطلوب من البنك الدولي في دعمه لتونس ماليا اقتصاديا على جميعاته المستويات اولويات اليوم مع البنك الدولي هو التسريع في برامج دعم الاقتصاد الوطني 400 مليون دولار لتمويل الاصلاحات الاجتماعية وايضا اموال اخرى هذه برامج هذه برامج راي معناها مدروسة وهالاعتمادات هذه راي مخصة لتونس دونك مصادق عليها مجلس ادارة البنك الدولي بيه يبقى انه اليوم راوى عنا فما اشكال كبير يمكن اللي ما جايش معناها في بلاغ رئاسة الجمهورية هو البطء الكبير في تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي تتذكر وقت اللي جاء بعدنا ممثل بنك الدولي في تونس فلوس هاوين المشاريع هذه ثم مشكل اسمه البيروقراتية الادارية وتغيان الحسابات السياسية والاداء الهزيل جدا فلوسها موجودة مرصودة قاعدة ثم الاف المليارات اللي رصدها البنك الدولي لتمويل عدة مشاريع عمومية في البنية التحتية في الصحة في التربية في التعليم في الصناعة في الطاقة جزء كبير منها لن ينفذ بسبب يعني يعادة ترتيب الأولويات لأنه لغالب ما كانش يعني التنمية والتسريع في إنجاز المشاريع النساق كان بطيئ جدا ما كانش حتى النساق ذا والأولويات ما كانش مرتبة بالشكل اللي يطلبوه الناس يطلبوه الشعب التونسي وهو تقديم معناها قوت الناس تقديم المشاريع الأساسية المشاريع البنية التحتية على العرق السياسي وعلى الحسابات السياسية ترجمة نانسي قنقر